بسم الله الرحمن الرحيم موضوع اليوم ماذا بعد سرطان الثدي؟ آخر يوم في العلاج ستعودين لبيتك بين عائلتك سوف تختفي كل الأعراض تدريجيا بعضها سيستمر لشهور لكن ستختفي سوف ينمو شعرك وتستعيد بشرتك نظارتها وأظافرك لونها الطبيعي سوف تنورين للمرآت وترينا ندبة على صدرك دليل على شجاعتك كأي محارب عنيد تشعرين أنك لستك السابق نعم هذا حقيقي لأنك خرجت للتوم من معركة مع السرطان وكنت أنت المنتصرة لقد استغنيت عن جزء منك كان مريضا لتصبحي أقوى سوف تنورين للمرآت وتتذكرين قدرة الله وأنه هو الشافي وأن كل شوكة تصيب الإنسان هي في ميزان حسناته ولا أحدا يخسر مع الله انظري إلى الإنسانة الجديدة وتذكري أنك حصلت على فرصة جديدة في الحياة ويجب استغلالها بأحسن طريقة حاولين السيان الماضي وتقبلي ما كتبه الله لك وسوف تنتصرين في كل المعارك القادمة سيكون عليك مواجهة أعراض أخرى خلفها العلاج لكن لا تقلقي لن تكوني وحدك سوف يرافقك فريقك الطبي طيلة سنين للإطبئنان على صحتك المتابعة الطبية بعد علاج سرطان الثادي تعد جزءا مهما من العلاج تهدف إلى الكشف المبكر عن أعراض عودة الورم وأعراض انتفاخ اليد المزمن ومعالجة أضرار أخرى خلفها العلاج يتقاسم أطباء الجراحة والأورام والعلاج الإشعاعي والطبيب العام هذه المسؤولية تكون المتابعة الطبية في الخمس سنوات الأولى عن كثب ضرورية تتم كل ثلاث أو ستة أشهر لأن خطر عودة السرطان أكبر بعد الخمس سنوات تتم مرة كل سنة أثناء الزيارات الطبية يتم فحص طبي شامل لك فحص مكان الجراحة فحص الغدد اللنفوية في الرقبة والإبط فحص الذراع واليد فحص الرئى فحص البطن كما يطلب منك إجراء فحص الماموكغافي بعد ستة أشهر من العلاج ثم كل سنة للثدي الذي كان مصابا والثدي المقابل فحص الإيكوغافي في مكان استئصال الثدي والإبط والرقبة والبطن فحص إشعاعي للصدر فحص السيئة 15-3 الذي هو عبارة عن بروتين ينظمه الأستروجين في الجسم خاص بتمايز نسيج الثدي تكون قيمته العادية أقل من 35 ميكوغغام كما يطلب منك فحصات أخرى حسب الأعراض التي قد تظهر مثل فحصات الدم الخاصة بالكبد فحص السنتيجرافي العظام وفحص سكانير بعد جراحة سرطان الثدي يقدر الأطباء مدى إمكانية عودة السرطان لديك لذلك يصفون لك بعد الجراحة العلاج الكيماوي والإشعاعي والهرموني والهدف منه الوقاية من عودة الورم لكن رغم ذلك يبقى الخطر موجود هناك عوامل مساعدة على عودة الورم وتصنف هذه العوامل إلى ثلاث مستويات قد يظهر سرطان الثدي مرة أخرى في نفس المكان إذا تم الاحتفاظ بالثدي في السابق يظهر إما في شكل كتلة أو ورم التهابي وإذا تم استئصال كامل الثدي في السابق يظهر في شكل عقد تحت الجلد أو فوق الجلد أو في شكل جرح سرطاني كما أنه قد يظهر في الثدي المقابل أو في عضو آخر في الجسم كالكبت، الرئى، العظام والدماغ عند عودة السرطان يقترح عليك الفريق الطبي العلاج اللازم حسب ما إذا كانت عودة الورم في نفس المكان أو في عضو آخر حسب نوع وعدد العلاجات التي سبق وخذحتي لها حسب حالة المستقبلات الهرمونية للخلايا السرطانية وحالة الهر 2 حسب ما إذا كنت في سن اليأس أو لا وحسب الحالة الصحية عموما هذا العلاج لا يشفي السرطان المنتشر لكن سيسيطر عليه لمدة قد تصل إلى سنوات يقترح عليك الأطباء علاجا تخضعين له إلى أن يصبح غير نافع فيغيرونه بآخر يقترح هذا العلاج للورم الذي عاد في نفس المكان بحسب الجراحة الأولى إذا كنت خذعت لاستئصال الورم فقط مع الاحتفاظ بالثادي فسوف يلجأون لاستئصال كامل الثادي وإذا تم استئصال الثادي في المرة الأولى سوف يلجأون لاستئصال الورم حسب موقعه في البشرة أو العضلة أو العدد اللمثوية وفي حالات نادرة يمكن استئصال ورم انتشر في عضو آخر يوصف العلاج الهرموني في حالة عودة السرطان في نفس المكان وتكون الخلايا أخ أش موجب بعدما كانت أخ أش سالي في السابق أو في حالة انتشار الورم في عضو آخر إذا كنت ما زلت تخضعين للعلاج الهرموني عند عودة السرطان سوف يوصف لك دواء ثاني وإن لم يعطي النتائج المرجوة يضفون دواء ثالث وإذا لم يستجب الورم للدواء الثالث سوف يوصف لك العلاج الكيماوي يستعمل نوع واحد فقط من الأدوية الكيماوية للتقليل من الأعراض الجانبية إلى أن يتوقف الورم عن الاستجابة عندها يمكن الجمع بين عدة أدوية كيماوية وإذا لم يستجب الورم لكل هذه الأدوية يوقف العلاج الكيماوي يوصف العلاج الإشعاعي للورم الذي يعود في نفس المكان إذا لم تخضع له من قبل أو لتسكين آلام ناتجة عن ورم منتشر في عضو آخر للوقاية من عودة سرطان الثادية بحسب دراسات كثيرة يجب الابتعاد عن القلق مزاولة النشاط البدني كالرياضة والمشي والقيام بالأعمال المنزلية المحافظة على وزن صحي تناول أغذية صحية ومتوازنة تناول الفيتامينات كفيتامين دي 3 وفيتامين سي والإقلاع عن الخمر والتدخين المترجم للقلقه